الجزائر أولى بالسوق الليبي ولابد لرجال الأعمال الجزائريين أن يستفيقوا من سباتهم ويقتحموا هذه السوق الواعدة بهذه الكلمات افتتح وزير التجارة منتدى الأعمال الجزائر الليبي كما أدعو من هذا المنبر رجال أعمال الجزائريين للرمي بثيقة لهم لأنكم رجلتوا بزاف للرمي بثيقة لكم قصد ترويج المنتوج الجزائري في السوق الليبي أنا واش يهمني كوزير التجارة أن المنتوجات الجزائرية تخرج من الجزائر الإخوة الليبيين طلبوا تعامل معنا تجارين واقتصاديين واش رأيكم يقولون لهم لا لا نعطوهم الوحدة أخرين نحن أولى الوزير الزيق أعطى ضمانات للمستثمرين الجزائريين من أجل تسويق منتجاتهم إلى السوق الليبي بتغطية الدولة للنقل وفتح المنافض عبر الشريط الحدودي الكبير وهو ما ثمنه الحضور من الجزائر وليبيا نتطلع لبدء انطلاق الشاحنات الزيزائرية والليبية مباشرة عبر منفذ سين غاة الحدودي وهي تنقل كافة الشحنات الغذائية والدوائية وكذلك مواد البناء لتقليل تكلفة عبر تونس وتنشيط حركة رجال الأعمال الليبيين وكما قال السيد الوزير فهو أول يعني يحفزنا باش نشتغلوا فيه ما لازم مش صح نكونوا راقدين لازم ناخدوا السوق هذا لما نسهلوننا فحنا رأنا هنا ليبيا ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها إلا أن الحياة الاقتصادية لا بد أن تستمر وهو ما تحاول جزار إثباته من خلال وقوفها في حل الأزمة بالحوار وبالدعم التجاري أيضا شكرا